اشتركوا في القناة في الايام القادمة بنت بتشرب بنت بتلعب بنت من الاخر بتلعب بالبيضة والحجر بس في نفس الوقت بتحب اصحابها قبل ولما صاحبها تحط في ورطة وهي كانت نيابة بتستبعيها عشان تشهد عليه كانت بتصمم ان هو بريء فرحانة قوي برغم ان انا السنة اللي قبل اللي فاتت يعني ربنا ان ده اللي قبله كتزعلانة جدا ان اول عمل ليا ما ينزلش واحباط بس السنة دي لما نزلي عملين اتشافت اكتر وجاب لي شغلة اكتر يعني الحمد لله في ناس كتير جدا كلموني مش هقول كتير قوي بس على اقل انا في فيلمين قدامي دلوقتي ومسلسل بس طبعا عشان احوال البلد احنا حنقرأ المفروض ان في خلال اليومين الجايين حنقرأ والتصوير امتى بقى لما البلد تتزبط شوية من وانا طفلة بجد بحب اتفرج على الاستعراضات على سعاد حسني يعني مش كلامه خلاص بس ده بجد وتمالي الممثل بيبقى حساس كنت لما اتفرج على فيلم اتلاقيني مندمجة جدا جدا فيه ولما يجي دور بوكة بعيط معايا فده كان احساسي ان انا ممثلة وكنت حابة جدا التمثيل جدا وحابة قوي قوي ان انا اكون جنب التمثيل فانا استعراضي انا بحابة قوي الاستعراض بموت في شريهاني فالحاجات دي كلها جواية فمهما درست لأ انا رحت ادرس تمثيل بحاول ان انا صقف نفسي حاخد كورسات رأس لان ممثل ممثل في كل حاجة بيعمل كل الادور نفسي اعمل دور شر لان لو نجحت ان الناس كرهتني ابا ممثل اشاطر احنا بنصور في مصبعات خيل ليه اختصي المكان ده عشان تعملي فوتو سيشن ريكي اولا الخيل كائن من الكائنات اللي عمرك ما هتلاقي زيه كائن طيب بيحب صحبه بيريح صحبه بتعرف تستمتع معاه الجو اللي موجود في الخيل جو بيخليك تبهت بها عن الدوشة والهوى الوحش هوى نقي خضرة طبيعة بقدر ان انا استمتع بالوقت وبحس ان مفيش يعني ملاخر كده ان انا ببعد تماما عن الزحمة اللي موجودة في البلد وعن الظروف كمان اللي موجودة في البلد فانا بحب لما ابعد واجدد من موذي ان انا اجي واقضي مع الخيل لان انا بحبه اقضي نفسي نفسي يعني اتمنى اتمنى ربنا يستجيب لي الفنان عاد الامام اوي ياريت تتمنى تتمثلي معاه كنت بتحبه افلامه بموت في افلامه يعني انا مفيش فيلم ما بحبهوش مفيش فيلم ما بتفرجش عليه اكتر من مرة بعشقه زي ما بتقول كده بتاعش احد انا بعشقه هاسألك عن نجوم الستينيات والسبعينات كنت بتحب مين اكتر ممثلة بتحب يتفرج عليها سعاد حسني سعاد حسني ليه سعاد حسني لان سعاد حسني ممثلة شمدة الاستعرضية كوميدية اتراجة كل حاجة كل حاجة اجتماعية يعني سعاد حسني عملت كل الادوار اللي مفيش ممثلة دلوقتي يمكن تعملها يعني بغض الناظر لان هي مش هتتكرر غنى يعني يمكن تلاقية ممثلة شطرة قوي ممرين شتغنى فهي كانت ممثلة فيها كل حاجة فحبليها بلا حدود المترجم للقناة